الاتفاق السعودي الايراني وانعكاساته على انهاء الحرب في اليمن هذا ما يطمح له اليمنيون بعد ثماني سنوات من الصراع للدخول في عملية سلام شاملة تنهي الحرب ولكن يبدو ان هذا الاتفاق لم يثني الحوثيين عن مواصلة تصعيدهم العسكري والسياسي وطرح المزيد من الاشتراطات والتلويح بالعودة الى خيار العنف في غضون ذلك قللت ميليشيات الحوثي من تأثير الاتفاق السعودي الايراني على اليمن وقال المتحدث باسم الجماعة المدعو محمد عبد السلام لمجلة نيوزويك الامريكية ان الاتفاق السعودي الايراني لن يؤثر بشكل ايجابي في اليمن ما لم يتم تنفيذ متطلبات جماعته واضاف ان انعكاسها على الملف اليمني مرهون بتنفيذ المتطلبات وانهاء الحصار وصرف الرواتب وفتح الموانئ على حد تعبيره بينما وضع القيادي في الميليشيات المدعو محمد الحوثي شروطا قائلا ان السلام لن يتحقق بدون تنفيذها من ضمنها انهاء الحرب والتعويضات وانهاء موضوع الاسرة وقلل الحوثي من انعكاسات التقارب السعودي الايراني على الملف اليمني معتبرا ان هذا الاتفاق امر يخص الطرفين مشيرا بان جماعته تمتلك قرارا مستقلا وهي المعنية بالحديث عن شؤونها وكانت الجماعة رحبت ضمنيا باتفاق المصالحة بين السعودية وايران الذي رعته الصين ويواصل الحوثيون ارسال الرسائل المتناقضة حول موقفهم من خيار السلام وتقديم المزيد من الاشتراطات الى جانب التأكيد على عدم التزامهم باي اتفاقات بين السعودية وايران تتعلق بالملف اليمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر